خلال استقباله وفدا من مجلس سوريا الديمقراطية بمقر وزارة الخارجية في القاهرة عبر وزير الخارجية المصري سامح شكري عن دعم بلاده للمشروع السياسي لمسد مؤكدا أن مصر تحترم إرادة السوريين وتدعم الحل السياسي للأزمة وتناول اللقاء المستجدات السياسية على الساحة السورية ولا سيما العدوان التركي الأخير على مناطق شمال وشرقي سوريا والأزمة الإنسانية التي خلفها العدوان شكري وصف العدوان التركي بالتوسع والخطير معربا عن رفض مصر لتحركات النظام التركي وانتهاكاته في المنطقة وبالأخص في سوريا متعاهدا بتمكين مثل تلك اللقاءات والعمل على عقد لقاءات أخرى أوسع في القاهرة وتفعيل العمل المشترك بغية إفشال المخططات الاحتلالية التركية التي قال إنها تهدف لتفتيت المنطقة وتقسيمها وضم وفدو مسد كل من الرئيس المشترك رياض ضرار ورئيسة الهيئة التنفيذية إلهام أحمد ونائب الرئاسة المشتركة للإدارة ذاتية لشمال وشرقي سوريا بدران تشياكورد إضافة لعضو المجلس الرئاسي في مسد وفدو مسد كشف للجانب المصري النتائج الكارثية التي تمخضت عن العدوان التركي وعن معاناة النازحين فضلا عن احتلال تركيا أجزاء من الأراضي السورية وتهديدها في الوقت نفسه لوحدة سوريا وسيادتها الوفد قدم من خلال وزير الخارجية المصري رسالة شكر وتقدير لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي على مواقفهم الداعمة للسوريين ولقضية الشعب الكردي في سوريا ويأتي اللقاء بين مسد والخارجية المصرية والذي ليس الأول من نوعه منذ بدء العدوان التركي على المنطقة يأتي في إطار توحيد الجهود لمجابهة المخططات الاحتلالية لتركيا في سوريا والدول العربية وكبح محاولات النظام التركي لزعزعة الاستقرار في المنطقة اشتركوا في القناة